بدايةً تغمرني سعادة جمة بأن أكون في هذه القمة الموقرة في حضور أصحاب المعالي والسعادة وممَّا لا شكَّ فيه أن اجتماعنا اليوم هدفه الأسمى أن نضع أيادين على أحد أهم ركاز المجتمع ألا وهي اللحمة الاجتماعية تحت سقفاً واحد لنتشارك الأفكار المستنيرة والرؤى الثاقبة مدفوعين برغبةٍ صادقة في تعزيز اللحمة والتآزر والتضامن بين أفراد مجتمعاتنا جميعاً أساد الحضور كما قال الحكماء الأولون في الاجتماع قوة وفي التفرقة ضعف وبهذا المعنى نعيش اليوم مؤمنين بأن التماسك الاجتماعي ليس فقط ركيزة للنمو والازدهار بل هو الأساس الذي تقوم عليه حضارات الأمم وتستمر في نمو مستدام لذلك فقبل الشروع بنتائج الدراستين العلمياتين والمؤشرات فيهما لعل السؤال الملح أيها الحضورة المواقر وهو كيف تصف مستوى التضامن بين أفراد المجتمع العربي ولسيما الشباب شكراً لمشاركتكم والنتيجة تشير إلى حد الماء الدراسة العلمية التي سارت بها طريق يقوده نور العلم ويقود خبراء عرب وشباب عرب حيث عقد المركز ترنز للبحوث والاستشارات ومركز الشباب العربي جلسات حوارية نوقشت فيها قضية اللحمة الاجتماعية وسبل تعزيز الهوية الوطنية العروبية وطرح فيها السؤال ما الذي يجعلنا عرب وقد شارك معنا فيها 53 محاور من الشباب العربي و23 جنسية عربية وقد تبين أن يهيمن بين التضامن الشعوب العربية واللحمة الاجتماعية بنسبة متوسطة بلغت كما هي موضحة في الشاسة وبعضها يشوبها بعض التحديات وفي خضم تلك النقاشات تباينت بعض النتائج أولها أن الشباب العربي على وعي كافي بأهمية اللحمة الاجتماعية على الرغم من تفاوت النسيج المجتمعي والنتيجة الأخرى وقد أبهرتني شخصيا أن اللغة العربية هي كانت الإسمنت الذي يوحد العرب على أيدي واحدة لذلك توصلنا إلى مجموعة من التوصيات كخبراء وباحثين أن لابد من تعزيز الثقة بين مكونات المجتمع وتوطيد الاندماج الاجتماعي وجسر الفروق الاقتصادية والاجتماعية وتعميق المواطنة وتشجيع المشاركة السياسية وكذلك تمكين المرأة في المجتمع المدني وترسيخ قيم التسامح بين مكونات المجتمع الثقافي بالشكل العمودي والحديث تحديداً عن العلاقة العمودية يقصد بها هي العلاقة بين الفرد والمؤسسات وهو يقودنا إلى الموضوع الثاني للدراسة وهي بناء مؤشر اللحمة الاجتماعية وقبل شروع أيضاً في تلك الدراسة وتفاصيلها اسمحوا لي بأن أسأل وهو سؤال الأخير كيف تصف ثقة الجمهور العربي بالمؤسسات أيضاً المشابه للدراسة الحمد لله لتدعيم هذه النتائج يا أخواني في إدارة استطلاعات الرأي وبناء مؤشر اللحمة الاجتماعية كانت العينة المستهدفة هي 26 ألف من 12 بلد عربي كان المؤشر هو عبار عن دراسة بيانات استطلاعات سابقة في نفس الموضوع وتبين أن الثقة بين الأفراد والآخرين أي العلاقة الأفقية يشوبها أيضاً تحديات فمثلاً النسبة هي موضحة أمامكم أن 58% ليثقون في بعضهم البعض وأن 41.5% ليثقون في بعض المؤسسات كذلك هناك نسبة عظمى تمثل 56.2% أن يرون أن هناك تفاوت اجتماعي كبير جداً وعلى النشاط المستوى النشاط الجمعوي هو أيضاً منخفض ونسبته 26.7% السادة الحضور أن تجربة مركز ترينتز في الحديث عن هذا الموضوع كانت مبهرة فبعض المحاورين اقترحوا مجموعة من الأفكار الجيدة أولها هي إشراك الشباب في الصناعات الإبداعية والثقافية وذلك لمواجهة المد الثقافي الآخر أو الخارجي وتعزيز التماسك والتلاحم الاجتماعي وتعزيز الهوية الأدبية وأيضاً تأسيس مراكز تجمع الشباب تحت مظلة واحدة كمركز الشباب العربي وتوصلنا إلى أيضاً مجموعة من التوصيات إذن لابد من جسر الفروق الاجتماعية وتعزيز الثقة بين الأفراد وترسيخ قيم التسامح بين مكونات الشعوب السادة الموقرين وهكذا بينما أودَّع هذه اللحظات الثرية نحمل في قلوبنا حصيلةٍ غنية من المعارف والتجارب مصحوبةٍ بعزمٍ لا يلين أو كما قيل قديماً على العبد النية والعمل وعلى الله التمكين وفي الختام وبهذه الروح المتجددة والعزم الراسخ نودَّع بعضنا بعضاً لا كلهايةٍ لمسيرة بل كبدايةٍ جديدة نحو تحقيق المزيد من الأهداف والطموحات شكراً جزيلاً